السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ورسوله أحق أن يعطوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحابد الله ورسوله فأن لأولى وجهنم خالدا فيها ذلك الخزم العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهدئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل إن سألتهم ليقولوا إن مباكم ما نخوض ونلعبه قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزمون لا تعتبروا قد تفقدم بعد إيمانكم إن أفعهم طائفة منكم نعلم طائفة بأنهم كانوا مهلمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن البعروف ويطلبون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أنوالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفضتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعبادهم في الدنيا والآفرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأدهم لبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاب وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمعتفكات أتتهم رسلهم بالمينات فما كان الله يطلبهم ولكن كانوا أنفسهم يطلبون والمؤمنون والمؤمنات أعطهم أولياء بعض يأمرون بالمعرف ويلهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمون الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جمات تجري من تحدها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جمات عدم وإطلاب من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي داهد الكفار والمنافقين واخلط عليهم وبأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأموا بما لم يلالوا وما لقه إلا أن أخناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكف خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً نريباً في الدنيا والآترة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله بإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بسلوبه وتولوا وهم معبضون فأعقبهم في قلوبهم فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أسلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سره وندواه وأن الله وأن الله وأن الله على مهور على مهور الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فيسطرون منهم سخر الله منهم ولهم عداهم أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل الله جهنم أشبت حرا لو كانوا يفقفون فليضحقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاءهم بما كانوا يأسبوه فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للفعود فقل لهم تسرجوا معي أبدا فقل لهم تسرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أعدوا إنكم رغيتم بالقعود أول مرة فاضعوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجمك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين وقعوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأوالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم دنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس عن الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ناجدون ما ينفقون حرجوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبعوا الله وطبعوا الله على قلوبهم فهم لا يعلمون اشتركوا في القناة سلام عليكم